موسيقى انت بتاعاتي لي دلوقتي بس يا نوسي ما انت كمان بتاعيطه لا هو في راجل باعيط بعدين انا عايزك تجمدي بروضة اسود قد الدنيا وبطعيط ازاي انا مش قادرة تزور ان انا عايشت غيرك يا حبيبي اهو نصبنا بقى يا نوسي هنعمل ايه ابوك و امك عندهم حق اذا انا مش قادرة اكفي نفسي هكفيك انت ازاي و هافتح بيت من ايه موسي يا حبيبي انا مستعدة استحمل اي حاجة هعسيم الدنيا كلها علشانك بس ما تسميش يا دهامي حتى دي كمان يا نوسي ما نظرش نعملها ابوك و امك معملش حاجة وحشة معاي انا اللي اثرت صحيح غزبا عني انما هم زنبوب ايه اهلك عايزين يطمنوا عليك يا نوسي و ده حقه يا دهامي انت ايه انت برا تقوله ده انت عايز تسامني بعد كل ده انت ايه انت بتعمله ده حتى تدب يا نوسي كنت انت اللي جايباه على حسانك انا مستهلكش انا مستهلك 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 يا خلص يا خلص ايوا بنوس شوف يا ناجي بيه طوام ان اما دخل من الباب وطلب البنت قلنا له اهلا وسهلا وقاله انه حيعمل وحيسوي ولا عمل ولا سوى وفي الاخر كمان عايز يقعد البنت من شغلها يعني اللي عايز يرحم ولا يسيب رحمة ربنا تنزل اه 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 اتكلمنا انا يا بنوسى سبك منه ده وضع بيت أهبا، صلى عن نبيه عليه الصلاة والسلام شايتهم موجودة في أمارات العبور أنا عملت له تنازل عنها يعني الوقت الشقة باسمه ربنا ما يحرمني منه يخرس هالس ودي الشاب كابو نوسى المهر بقى ادونا فرصة شهر يعني شهر مش أكثر وهندفع لكم اللي انت عايزينه عدينا العيب مش بس قالت فلوس والله يا ناجبي ما أنا عارف أنا عارف بس الحاجات دي أصلها لازم تتحطي له حدود عشان كل واحد يبقى مرتاح وأنا مقدارش أردلك كلمة كفاية دخلتك علينا وتشريفك لينا نقرأ الفتحة نقرأ الفتحة بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم وحقدك مش ده أسد برضو لا سلطان تعالى سلطان تعالى سلطان تعالى سلطان تعالى سلطان الزياد الله يخرب بيه تكتهان يخبره الباب من إيه مش عالف الباب من إيه أهو 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 ده عمره ما هيفلح أنا قلتلك مش دي خامس شغلانة نجيبها له وبرضو ما بيعمرش فيها معلش معلش يا سيد مسيرو يتعلم هيتعلم إمتا؟ ده أنا وأنا في سنه كنت بادرس ومشتغل من دوب مبيعات رجليا دابت من لف على المحلات وده عايز يقعد باشا والفلوس تجيله لحد عنده والنبي والنبي ما تنكد عليه هو جاي نفسه مكسورة ومتدايق وزهقان خلق قلوا كلمتين يريحوا ويشجعوه ده أنت اللي مربيه ده ابنك لو كان ابني كنت كسرت لقابته وطلعته راجل صح اسمع يا مسير أنا مش جاي أطلب منك حاجة أنا جاي أسلم على ماما وماشي تمشي تروح في إيه إنت ليك بيت تاني غير هنا ولا نوت سيع في الشوارع عشان ندور نلف عليك في الإسام ما تشيلش همي أنا لقيت شغل تاني ولعلمك أنا ماشي مزاجي محدش طردني لقيت شغل تاني على طول كده إنت بتشتغني من كتر الشغل ما أبطع بعضه في البلد يوه معلش يا إبراهيم عما خايف عليك يا حبيبي ما تزعلش منه أنا مش زعلان منه يا ماما ما أنا عارف ان الرجل ده هو الرباني وصرف عليها لحد ما خلصت جامع وجماله دي أسدت فوق راسي وأنا قريب قوي هردله كل اللي عملوا معي حد يقول كده يا إبراهيم مش ده عما كلم ربيك يعني فمقام أبوك لا يا ماما أنا مفيش حد في مقام أبويا انا طول عمري عايش في البيت ده وحاست ان انا نظيف انا مش عايز اكتقلعي علي انا خلاص كبرت وعارف انا بعمل ايه طب يا حبيبي روح رديب كلمتين يهود احرق نفسه عشانك واحد غير يقول وانا مالي يلا حبيبي ربنا يكرمك حاضر